الحمد لله والشكر يعني ما صارت أمور يعني شو نتقول لأ خارج زي غير الأندية اللي احترفتلها إذا نتحدث عن أندية الداخل أكو أندية تطلبها لغاية الآن مبالا؟ يعني في دورينا في دور العراقي أطلب نادي الشرطة مبلغين أطلب نادي النجاح في مبلغين أعم وش قد تطلب الشرطة وش قد النجاح؟ نادي الشرطة 75 مليون الفترة اللي صارت توقف الدوري زمن كورونا والنادي الوحيد اللي احنا ظلينا مستمرين يعني النادي ما توقفنا كانت عندكم آسيوية آسيوية لحد ما انتهى العقد رسميا فأكيد مو بساني كل اللاعبين يحقون لأن هذا عنده عقد رسمي حسنا نريد نسوله في الجمهور ما سيكون ناس مثلا يقول لك يا بالعادة شو أنت حب الشرطة هذا الشيء اسمه عقد حب الجمهور وعشق الجمهور هذا الشيء ثاني هذا يختلف عن العقد ما لدخل بس هذا حق وحقوق يعني انت مثلا من تقول هي فترتها قالوا أنه الاتحاد خصم خمسين بالمئة أوكي يخصم خمسين بالمئة من اللاعبين والأنديا اللي ملعبت بس احنا مثلا استمرينه وياكم موسم كامل يعتبر فيعني هذا اللي بقع المبلغ عليهم ناد النجاف يعني من قبل حوالي ممكن شي ثمان سنين تسع سنين أو أكثر مبلغ مية وثمانين مليون نعم كان بزمن صباح القرعاوي ألف رحمة على روح الله يرحمه رحمة الواسعة فكان المبلغ وعنده صكوك يعني على النادي وحقيقة يعني ما اشتكت ما اشتكت على النجاف والشرطة لو فقط على النجاف على الشرطة لا يعني كلموني أكو وكيل أعمال يعني اللاعبين اللي هم هاي حاليا أكو شكوى كل اللاعبين اللي بدور العرق مشتكين فأنا هم قدمت يعني شكوى بي أما ناد النجاف لا زين ليش اشتكت على الشرطة وما اشتكت على النجاف لين هم تطلبهم اللي أنصار لي موقف ويا ناد الشرطة حقيقة أنا كنت من جاي من دور الإيراني من الاحتراف جاي أبقى بنادي الشرطة ما أطلع لحد ما أترك الهجرة فصار الظروف بالنادي ما أعرف هذا من الذي قولها أو ما أعرف من الذي كان وراء خروج كرار جاسم من نادي الشرطة النص الموجودين يقولون أن نادي الشرطة هو مرض كرار نادي الشرطة تقصد الإدارة الإدارة أي نعم البعض قالوا لا أن الكادر اللي كان موجود مرض كرار والكادر اللي كان موجودENAT يعني هو الشخص هو صاحب فضائي لكرار يعني محقول أمير يتكرر وقعدنا جلسة وسولفنا والرجل هو كان يعني رايدني يعني فإنه من هو يتكلم في هذا الموضوع أكيد يعني رح يكون من الإدارة مع العلم أنه إدارة الشرطة تربطني بيهم علاقة قوية جدا يعني دكتور عدي أبو حسوني علي الشحماني يعني علاقتي جدا قوية بيهم ولحد الآن بس قلت لك معرف شن الأسباب اللي صارت فهذا اللي خلاني شوية يعني فشتكيت رسميا زين أكو عروض على الطاولة كابتن الآن لكرار جاسم لا حاليا ما ما أكو أي عرض